وطبعا دي صور من وجود اللعيبة في فندق الاقامة النقطة التانية ايضا المهمة في رأيي هي فكرة انك لعبت المباراة الساعة 5 هتقول لي انا ده وقتها اكيد مش افضل حاجة انا بقول الدرس بقى انت رايح تلعب الساعة 3 في وقت مش متعاود تلعب فيه لعب بتاعك لعب الساعة 5 لعب في وقت مش هو المعتاد بالنسبة له مش الساعة 9 بالليل مش الساعة 7 بالليل لعب بدأ المباراة بالنهار فربما هناك بعض الامور اللي على قد ما احنا كنا زعانين مباراة سيمبة على قد ما اعتقد لو احنا قدرنا نستغلها حيبقى كويس واعتقد فيه حالة هدوء واضحة على الباسة وانا جماعة بشوف الهدوء ده نابع من ان انت كبير الكرة وبطل الكرة وممكن تقع في مباراة بس في النهاية يعني من يضحك اخيرا يضحك كثيرا انا بشوف ان ديها قصة النادي الاهلي هو النادي الاهلي مش بطل المباراة ولا بطل الصدفة ولا بطل الاستثناء هو بطل القاعدة والبطل طول الوقت فاعتقد ده اللي مدي حالة الاريحية رغم ان انت الفريد ده وانت راح تلعب وكنت قبل كده محاها نتيجة كبيرة لا مهم جدا اللقطات اللي احنا شايفنا دي ومهم ده اللي ينعكس في ارض الملعب من فكرة ثقتك ان انت النادي الاهلي وده بالتأكيد ان شاء الله باذن الله نلمسه غدا في مباراة ساندونز ويعني طبعا دي اللقطات اللي خاصة بقناة النادي الاهلي عم حارس طبعا وبو صلاط عم حارس وده طبعا يعني مرسل كولر في محاضرة الفنية او دخول اللاعبين الى المحاضرة الفنية واجواء اللاعبين في الفندق طبعا محمد هاني ودور كبير جدا محتاج محمد هاني يكون بكرة في مستوى محمد هاني اللي نهى بيه الموسم الماضي كان مستوى قوي جدا وكان مؤثر بشكل كبير مروان عطيه عليه عامل كبير زي ما قلت المنطقة دي زون فرطين مهمة وان شاء الله يعني الدحكة بتاعت ريدا سليم دي نتمنى نشوفها بيسجل بكرة ان شاء الله عندي ثقة كبيرة انه ممكن يكون يعني كلمة السر في مباراة الغد علي معلول اليو ديانج طبعا ان شاء الله كل التوفيق للعبي النادي الاهلي اجواء مطمئنة الطمأنينة بين على وجوه اللاعبين اكيد هيكون ان شاء الله معنا يعني اتصال بنحاول فيه مع البعث هناك مع مراسل قناة النادي الاهلي ولكن يعني ممكن يكون بعد فاصل ان شاء الله